طيب لحسن الحظ كده و احنا شغالين في نص الكورس على فكرة سيشن دي المفوض نتاني سيشن بس انا رجعت عدتها تاني بعد ما خلصت بالزبط حوالي 17 سيشن طيب ليه رجعت عدتها تاني لانه و انا شغال في التسجيل بتاع الكورس جوجل اعلنت ان هي خلاص نزلت ريليس فيرجن من الاندرويد ستوديو اندرويد سطوديو احنا سينيوه من زمان ان بقلنا بتاع اربع خمس سانين مسلا جوجل احنا ستوhuى الف decent و بعض الاندرويد ستديو قبل كده احنا كنا نتسول Shock with Language DanIO طيب ونحن شغالين وده الحسن حظوكم طبعا انا سعيد بحاجة زي كده عشان ما بقاش عملنا الكورس وبعد كده نفاجأ ان في حاجة جديدة ف احنا كده بقينا up to date الحمدلله نزل حاجة اسمها الاندرويد ستوديو اندرويد ستوديو ده هو اللي احنا نعمله سيت اپ ده اللي موجود دلوقتي على اندرويد ديفاليبر وبرضه في نفس الوقت اقلوا ان هم مش هعملوا سببورت لاليكلابس كupdates وكده بالsdk الجديدة طيب السبعتاشر سيشن باش ماندرس دول عادي او عادي جدا وانا بعد ما هوريك دولت ازاي تنزل الستوديو وتسطابه وهتمش معي في الكورس عادي جدا وهقولك ازاي تشتغل على الستوديو ديركت يعني مفيش فروقات كتيرة في اللي انا قلتو خلال السبعتاشر سيشن طبعا انا بشرح concept الاندرويد فالاندرويد concept is the same لكن حتت بس ان البلاتفورم او الاي دي اللي احنا نشتغل عليه دوت من ايكلابس الاندرويد ستوديو وشفونس ده كده حاجة تخوف لا لا خالص موضوع يعني اعتبره ازاي تسيم نفيش مشكلة خالص زي كده بالضبط واحد متعلم لغة السي مسير انه يكتب بقى على كومبيلر سي او او على ايكلابس كومبيلر او على فيجول ستوديو او اي ان كان هو في الاخر متعلم سي فهي بنسبة لنا نفس الكلام برضو نفس الكلام مع الجافا سواء انا اشتغل على ايكلابس او او اشتغل على نات بينز او او اي ان كان الديفاليوبر مثلا فمش فارغ معايا انا في اخر تعلمت جافا فان كان ال اي دي اختلف نفس الكلام عندنا عشان بس الناس مرتخضش تقول لك ده كده هنشتغل شوية كده شوية كده لا خالص ما نفوش اي اختلاف في اللي انا هقوله عادة بس حتة ان ال اي دي هيختلف بس كده يعني ببساطة انت بتاع فتسوق العربية بقى 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 انت كده كده بتسوق هو ده نفس الكنسبت مش بس بقاش فيه اي لغبطة في الكورس او حاجة طيب هنعمل اي دلوقتي هراح وريك ازاي بننزل الاندرايد ستوديو الموضوع بقى خلاص بقى بسيط والامم كده كل حاجة على اندرايد ديفيليبر هنروح على ال url دوت هنروح لاندرايد ديفيليبر هنا من على البراوزر هتلاقي في ال url دوت هتلاقي في ال android studio طبعا دي لسه حاجة brand new نعملها جوجل هنعمل ايها نداونلود لاندرايد ستوديو دابل تلاك اوكي كده عمل اوكي اوكي اس طيب هيقولك مكانه فين هيتسطب ازاي هنقوله ماشي اوكي هنعمل الانستيليشن هنا في المكان الفلاني وهتمشي معه ناكست ناكست مفيش اي مشكلة طبعا الارادي مسطب فهنا ترى ان هو عايز يعمل انستور تمام كده ناكست كده يعمل لنا طبعا عند حضرتك الموضوع بقى بسيط انت بس مجرد وانسان انت طبع مسطب الجايفا والجي دي كي موجود عند حضرتك خلاص انتهى الفايل ده كده هتعمل له سيدب مش اكتر مفيش ناكست ناكست موضوع فوش اي مشكلة خالص اوكي بقى كده بالنسبة للاندرايد ستوديو زي ما قلتلك كويس قوي ان احنا مشغلين في الكورس بقى معنا الايدي الجديد دوت عشان بردو نشتغل الكورس بتاعنا عليه هوريلك بردو انا ان شاء الله في سيشن كده منفصلة هتتحطوا بعد السيشن دي على طول ايه الاختلافات يعني عشان ما يكون بس شغال في الستاشر سيشن اللي جايين اللي انا قريدي خلاص عملتهم ايه اللي هيحصل ايه الفرق اما فيش اي فرق خالص القد هيتكتب بحرك فاهم جافا كويس Resources الموضوع مش فارق معك ال idea ايه زي ما قلنا pem الم و تشوفر nitret مش هتفرق معنا خلص هتلاقيني برضو انا حسافة مع yulyothe ده كان ايميليتور كده مختلف عن ال an implant مع questo ال US خلال ان شاء الله حسابنا اشغال علي الاندرايد ستوديو لايه هو الاميليتور ده اللي هو السيميليتور اللي احنا هران على ايه ابليكيشن اكننا عندك اندرويد موبايل هتران على ايه ابليكيشن بتاعك عشان تجرب شغلك انا وده برضو ان شاء الله هتشوفه معايا خلال الكورس متقلقش موضوع بسيط بالعكس لحيك ويسا ان احنا تخلنا او الابديت دي حصلت واحنا شغالين في الكورس عشان تبقى انت لميت لاتنين والله بقى انت شغال بالإيكلابس وفهمت الاي دي بتاعه وشغالت ازاي او هتشتغل بالاندرويد ستوديو زي ما قلت ل في الحالتين انت شغال اندرويد مش فارق معاك الاي دي في حاجة